استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين في الدولة وخلال اللقاء تنول صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور الموضوعات المتصلة بالشأن المحلي منوها سموه في هذا الصدد بما تنعم به مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى من تقدم وتطور طال المجالات كافة وبما حظيت من مكانة دولية رفيعة بفضل إنجازاتها وما توالي الحكومة بذله من جهود لتنمية وتطوير كافة مناح الحياة على الصعود السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى ذلك فقد أكد صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر على ما توالي الحكومة بذله في مسارها التنموي من مكتسبات للوطن والمواطن في ظل أجواء آمنة ومستقرة وأكد سموه أن البعض حاولوا أن يكون لهم موطئ قدم في بلادنا ليتدخلوا في الشأن الداخلي عبر استغلال الانفتاح الذي تنعم به البحرين إلا أن المجتمع البحريني رفض مثل هذه التدخلات مشيرا سموه إلى أن من ينساق خلفها هو فاقد للحرص على مصلحة وطنه وأن يجد له قبول بين الأسرة البحرينية المتماسكة وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أخذ العبرة مما يحدث في بعض الدول من أحداث عادت بها إلى الخطوات الأولى في التنمية بعد أن كانت في الطليعة ودعى سموه إلى ضرورة الإسراء بخطوات الاتحاد الخليجي فإذا كان في الماضي خيارا من بين خيارات متعددة فهو اليوم حتميا وغير قابل للمراجعة في ظل المعطيات الإقليمية والدولية وما تحمله بين طياتها من أخطار تحدق بدول مجلس التعاون اشتركوا في القناة